أين تتواجد حالياً وأيضاً صف لنا الوضع حيث أنت في البداية أمسي عليك خالد أمسي علي مشاهد الإخبارية في كل مكان نحن نتواجد طبعاً داخل أحد الصروح العلمية داخل أحد المختبرات الطبية التابعة لمركز الملك فهد للبحوث الطبية بجامعة الملك عبد العزيز والتي أعلنت عن تمكنها بفضل الله تعالى من عزل فيروس كورونا وصولاً إلى المستوى الثالث من مستوى السلامة المهنية الحقيقة هذا العمل الجبار يؤكد لنا أن أبناء وبنات الشعب السعودي متمكنين ولله الحمد قادرين على الوصول إلى أعلى المستويات وتحقيق الطموحات التي تحقق السلامة لأبناء الوطن جميعاً الحقيقة حول هذا الموضوع يسرني أن يكون معي الدكتور عصام إبراهيم أزهر رئيس وحدة الكائنات المعدية بمركز الملك فهد للبحوث الطبية أول شيء دكتور نهنيكم على هذا النجاح الذي يتحقق وأيضاً أود أن أتعرف المشاهد الكريم عن الوصول إلى هذا المستوى ماذا يمثل؟ بسم الله الرحمن الرحيم بداية نرحب بكم أستاذ عبد الله من قناة الأخبارية الحقيقة هذا الإنجاز العزل فيروس الكورونا بوحدة كائنات المعدية مستوى السلامة الثالث يمثل كثير بالنسبة لنا كعلماء وباحثين سيفتح لنا آفاق جديدة من الأبحاث والدراسات النوعية التطبيقية والتي نطمح دائماً لها في جامعة الملك عبد العزيز كتميز في المجالات الطبية ودائماً ما نلقى الدعم والمساندة من معالي مدير الجامعة وأصحاب السعادة وكلاء الجامعة للرقي بجامعاتنا وبالتالي كل هذه إن شاء الله تسب في مصلحة الوطن طيب لو سألناك عن ماذا تعني مرحلة العزل هذه بالنسبة؟ الكثير يتساءل يعني يقول ما هي الفائدة من مرحلة العزل هذه؟ مرحلة العزل هذه بالنسبة لنا كباحثين في مجال الفيروسات تعتبر انطلاقة قوية أو بداية انطلاقة قوية لتجربة العديد من العقاقير والعلاجات على الخلايا الحية في المختبر ونطمح نحن الآن في تجربة العدد من هذه العلاجات التي من خلال الدراسات والقراءات للأبحاث المنشورة هنا وهناك نطمح في أن تكون لها نتائج إيجابية لكن دائما الأبحاث الطبية تحتاج إلى التجارب تحتاج إلى الدراسات تحتاج إلى الأبحاث فبالدعم الموجود الآن ولو إنه دعم محدود مقارنة ببعض الجامعات الأخرى نأمل في دعم أكبر حتى نتمكن إن شاء الله تعالى من إنجاز المزيد والمزيد لرفعة هذا الوطن وهذا الكيان الذي قيادتنا الرشيدة لم تألو جهدنا الحقيقة في دعم المقيم والمواطن على أرض هذه والسماء هذه البلاد المقدسة طيب لو سألناك عن الكوادر الموجودة هنا ما شاء الله أخصائيين وأخصائيات سعوديين جميعهم بالفعل أما عن الكوادر فحدس ولا حرج وجامعة الملك عبد العزيز واللادة الحقيقة كل من أعمل معهم هنا أنا أفخر وأسعد بالعمل معهم لأننا نمثل فريق واحد ونعمل سويا لتحقيق غاية واحدة وهدف واحد وهو رفع شأن ومكانة بلادنا الحبيبة ومملكتنا الغالية إلى عنان السماء حول العالم طيب يا دكتور بالنسبة للوصول إلى مستوى السلامة رقم ثلاثة هل تم التوصل إليه من قبل سواء على مستوى المملكة أو؟ هو مختبر مستوى السلامة الثالث خليني أوضح هو مختبر من مستوى السلامة الثالث طبعا الجامعة في كل مناسبة أو مشكلة صحية تبادر بالتفاعل والعمل لهذا الوضع وضعت بعد وباء حمى الوادي المتصدع في منطقة جازان وعسير من المناطق العزيزة على قلوبنا وضعت الجامعة تم رفع مقترح للجامعة ودعم من الجامعة وتم تأسيس هذا المختبر بناء عليه لأن الكائنات المعدية مصنفة من حيث الخطورة إلى أربع مستويات فهذا المختبر مستوى السلامة الثالث معني بالتعامل مع الفيروسات من درجة الخطورة الثالثة وفيروس كوفيد 19 يعتبق مصنف الآن من ضمن درجة الخطورة التالية فيحتاج مختبر متخصص من مستوى السلامة الثالثة شكرا لكم دكتور عصام إبراهيم أزهر الحقيقة مشاهدين الكرام زميلي خالد جهود كبيرة تبذل جهود طبية قد لا يعلمها الجميع هناك أناس يعمل تقريبا على مدار 18 ساعة يوميا حتى هذا الوقت المتأخر قرابة الساعة السادسة ما زال الباحثين والباحثات في هذا المركز يعملون هدفهم في ذلك الوصول إلى أسرع الحلول واستنتاج العقارات بإذن الله لمواجهة هذا الفيروس نسأل الله السلامة للجميع وهدفهم جميعا جميع الأخوة المتواجدين هنا يدعون باسمهم جميع المواطنين والمقيمين على الالتزام بالسلامة والبقاء في منازلهم حفاظا على سلامتهم وهذه الأعمال جميعها هي من أجل سلامتهم بكل تأكيد الله أعلم العافية جميعا وشكرا لك عبدالله الغامدي من جدة